دانا طالبة في الصف الأول طلبت منها معلمتها كتابة الحروف بدأت دانا بكتابة الحروف وبعد أن انتهت من عملية الكتابة توجهت إلى معلمتها لتقوم بتقييم ما تم كتابته لاحظت المعلمة بأن خط دانا غير منتظم وذلك ناتج من عدم انتزامها ببعض قواعد الكتابة كالكتابة على السطر طلبت المعلمة من دانا أن تريها طريقة كتابتها للحرف حتى تستطيع اكتشاف نقاط الضعف عند دانا لاحظت المعلمة أن دانا تخالف بعض قواعد الكتابة كنقطة البداية والكتابة على السطر قامت المعلمة بإرشاد دانا حول كيفية كتابة الحرف باتباع قواعد الكتابة هذه الطريقة التقليدية ستأخذ الكثير من الوقت والجهد على المعلم والوالدين أيضا ولو أن المعلمة لم تهتم لضعف خط دانا لما تم اكتشاف نقاط الضعف عند دانا من هذا المنطلق أتت الحاجة إلى تطبيق أتقن الذي يقوم بمتابعة الطفل والتقييمي أثنى عملية الكتابة وليس بعد انتهائها استنادا على قواعد الكتابة الصحيحة يسمح أتقن بإنشاء أكثر من حساب مما يسمح للإخوة مشاركة التطبيق نفسه تنقسم الواجهة الرئيسية لأتقن إلى مرحلتين الأولى وهي تدرب على الأشكال وتقوم هذه المرحلة بالتدريب على رسم الخطوط والمنحنيات لتهيئة الطفل قبل الدخول في عملية كتابة الأحرف أما المرحلة الثانية وهي مرحلة تعلم الحروف حيث يظهر أول للطفل خريطة بجميع الأحرف مرتبة وفقا لمنهج الصف الأول ابتدائي هيا بنا نتعلم حرف الميم تنقسم الواجهة الرئيسية لتعلم الحرف الواحد إلى مرحلتين الأولى وهي تعلم وهي مرحلة تتكون من جزئين متتاليين في الجزء الأول يتمع فيديو تعليمي لطريقة رسم الحرف مع أسهم إرشادية لاتجاهات الرسم وربط مؤشر الكتابة بصورة حيوان لنفس الحرف المختار بالإضافة إلى التركيز على قواعد الكتابة الصحيحة كالكتابة على السطر ونقطة بداية صحيحة كل ذلك يمكن مشاهدته على جميع مواضع الحرف الواحد في المرحلة التي تليها وهي مرحلة تدرب يستطيع الطفل التدرب على كتابة الحرف بنفس الطريقة التي تعلمها في المرحلة الثامقة ما يميز أتقن هو قدرته على متابعة الطفل أثناء الكتابة حيث أنه يعمل على خوارزمية تتبع لمساة الطفل وتتأكد من ابتدائه من نقطة بداية صحيحة ومن ثم متابعة الاتجاهات الصحيحة لكتابة الحرف بالإضافة للكتابة على السطر أحسنت ينتقل الطفل إلى المرحلة الثانية من مراحل تعلم الحرف الواحد وهي مرحلة اختبر حيث يتم تقييم الطفل في هذه المرحلة وتكون بعرض كلمات تتضمن الحرف الذي تعلمه مع نقطة كل كلمة من الكلمات أقلام يتميز أتقن أيضا بأنه ينبه الطفل في حالة الخطأ بمجرد حدوثه بطريقة غير مزعجة وتراعي مشاعر الطفل حيث سيتغير لون المؤشر فقط مع تشغيل رسالة تشجيعية له حاول مرة أخرى أحسنت مسجد أحسنت جمل أحسنت علم أحسنت أحسنت انتقل إلى الحرف التالي وعند الانتهاء من الاختبار يقوم أتقن برصد درجة للطفل اعتمادا على آداء في هذه المرحلة وإظهارها على خريطة الأحرف والسماح له بالانتقال إلى الحرف التالي أتقن سيمثل حل تقني وخير آدات مساعدة للوالدين والمعلم أيضا ترجمة نانسي قنقر